يمكن يكون لبنان بموقع متقدم بالمجال الصحي مقارنة بغير دول ولكن الأكيد أنه عدة تحديات عم بتواجه هالقطاع يلي على الورقة والألم يبدو على ما يرام بالمبدأ وحسب المعلومات تقريبا كل الشعب اللبناني مغطى صحيا بطريقة ما 40% مغطى من قبل وزارة الصحة 33% من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي 15% من قبل المؤسسة العسكرية 9% من قبل التعاونيات و3% مغطى تأمين خاص خلينا نحكي عن الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة مين بيستفيد منهم وكيف الضمان الاجتماعي هي مؤسسة تعتبر جزئيا حكومية لأنها بتتبع قوانين وزارة العمل ولكنها ممولة من الرسوم الشهرية المدفوعة من قبل موظفي القطاع العام والخاص وهيك تعتبر مؤسسة الضمان الاجتماعي قطاع خاص 33% من اللبنانيين وموظفي القطاع الخاص بيستفيدوا من التغطية وعندوا رقم ضمان خاص فيهم بعد ما يصرح رب العمل عن توظيفه إلون أما وزارة الصحة اللي هي مؤسسة حكومية بالكامل فبيستفيد منها 40% من الشعب اللبناني أشخاص عطلين عن العمل أو غير تابعين لأي جهة ضامنة كل مريض عم بيستفيد من خدمات وزارة الصحة عنده رقم صحي خاص من الوزارة ولازم يقدم برهان أنه ما عم يستفيدنا المؤسسات الضامنة الأخرى مثل الضمان الاجتماعي المؤسسة العسكرية أو التعاونيات وزارة الصحة على عكس مؤسسة الضمان تشتري الإدوية من خلال مناقصات ويعطى الضوء مجاناً للمريض بالإضافة إلى ذلك بتغطي الوزارة 85% من نفاقات الاستشفاء داخل المستشفيات الخاصة و95% من النفاقات داخل المستشفيات الحكومية أما بالنسبة للمؤسسة العسكرية يلي بيستفيد منها 15% من اللبنانيين فهي المؤسسة الوحيدة اللي بتغطي 100% من فتورة الدواء والاستشفاء للمنتسبين إلى العسكر وأهل العسكر الأزواج والأولاد بالنهاية واضح أن أغلبية الشعب اللبناني مغطى على الصعيد الصحي ولكن أسئلة تطرح حول كيفية توزيعها التغطية الصحية وحول كلفتها وعدلتها وجوتتها موسيقى